نبحث في هذا الموضوع مع ضيفي معنا من قدس الكاتب الباحث السياسي فراس ياغي ومن واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ريتشارد وايتس أهلا وسهلا بكما أبدأ معك سيد ريتشارد وايتس بداية هل طالما أن المصدر هو بوليتيكو نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية لوثيقة سرية هل يمكننا أن نقول بأن هذه الوثيقة أو هذه الأفكار يتم العمل عليها بشكل جدي وأنها ممكن أن تطرح بشكل قوي أم أنها مجرد اقتراحات غير متأكدين من جديتها ما رأيك؟ يبدو أن هذا المقترح جدي في الولايات المتحدة كانت تعاني من أجل إيجاد طريقة لمحاولة منع انتهاء الحرب مع وجود واحتلال إسرائيلي عسكري طويل للمنطقة وأعتقد أن الولايات المتحدة تقترح أن السلطة الفلسطينية ستتغير وبأن الحكومات الإسرائيلية ستعرض ذلك بالتالي أن يفكرون في الحصول على قوة دولية وأن الجهود الدبلوماسية الأمريكية ستشتهد لمشاركة المزيد من الدول الإقليمية ولا سيما في حال كان النظر إلى الولايات المتحدة على أنها مشاركة بشكل مباشر ليس على الصعيد الأمني أو عسكريا ولكن أساسيا على الصعود الدبلوماسي والمالي وبالتالي سيحاولون وضع نوع من الأرضية التي تشمل مهمة أمريكية جديدة أو وافد أمريكي سيعمل من مصر أو من مواقع أخرى بالقرب من غزة لفعل ذلك ولكن ليس في غزة بحد ذاتها وذلك سيكون منطقيا نظرا لأن الولايات المتحدة كانت تحويل أجبال الأطراف على التفقير ماذا سيحصل بعد انتهاء الحملة العسكرية في المنطقة طيب ممكن أن تكون أفكار جدية وأمريكا يمكن أن تطرحها أن تطرحها ما بعرف كيف سيكون رد فعل الأطراف سيد فراسياري ما رأيك في عملية هذه الفكرة وما المتوقع من ردود فعل تجاهها سواء من إسرائيل أو السلطة الفلسطينية برأيك تحياتي لك لمشاهدي قناة سكاي نيوز يبدو أن الولايات المتحدة لن تكف عن طرح السيناريوهات المتعددة فيما يتعلق بقطاع غزة خاصة في مسألة ما بعد الحرب على قطاع غزة وبالتالي هي تطرح هذه السيناريوهات وتنظر إلى ماذا يريد الإسرائيل تحقيقه من هذه الحرب في داخل قطاع غزة هي قلقة جدا من مسألة احتلال إسرائيل العسكري وتوجهات نتنياهو لاستمرارية الحرب في داخل قطاع غزة لذلك تحاول أن تطرح بعض السيناريوهات التي تطوع نفس هذا السيناريو باتجاه ما تريده إسرائيل من أهداف داخل قطاع غزة لذلك ظهر الحديث عن مستشار لقوة حفظ سلام فلسطينية وعربية في داخل قطاع غزة ليكون للولايات المتحدة الدوري المباشر في داخل القطاع بعد قضية الميناء الآن نأتي للحديث عن المسائل التي تتعلق بالمواضيع الأمنية والمواضيع الاقتصادية لأن الولايات المتحدة تعلم جيدا أن خروج إسرائيل من قطاع غزة دون أن يكون هناك بديل لوجود القوات الإسرائيلية فسوف تعود سلطة حماس إلى قطاع غزة بشكل أوتوماتيكي لأنها سوف تملأ الفراغ الموجود في قطاع غزة تعتقد بأنه بقيام قوة حفظ سلام بأغلبها فلسطينية وإقناع الدول العربية بالمشاركة بذلك ووجود مستشار أمريكي لهذه القوة مدنيا واقتصاديا وماليا ومع وجود الميناء هذا قد يقنع إسرائيل في أن تنسحب من قطاع غزة وبالتالي تخفف من عبء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة تخفف من الضغوطات الدولية وتبدأ بمفهوم جديد لقطاع غزة هكذا تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية في السابق طرحت سلطة فلسطينية متجددة طلحت رؤية التطبيع في داخل المنطقة والحديث عن رؤية سياسية كاملة بحيث تشمل مفهوم الدولتين وهذا ما أيدته الدول العربية وكانت الدول العربية مستعدة لأن تذهب ضمن مفهوم الرؤية السياسية التي تؤدي إلى الدولتين ولكن حتى الآن أستطيع القول أن هذه رغم حديث الضيف أنها جدية أنها مقترحات بحاجة إلى تفاصيل دقيقة من أجل بحثها وأنا فيها مخاطر كبيرة إذا لم تكن هناك توافق فلسطيني حول الرؤية التي ستكون بعد الحرب على قطاع غزة إذا كان يبدو الاقتراح هذا يحمل بعض الحلول ربما للوضع الحالي سيد ريتشارد وايتس هنا شهدنا تدخلات أمريكية بعد اتفاق أوسلو لتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة وبعد ذلك في الضفة فقط بعد انقلاب حماس في غزة هنا كان في بعض ردود الفعل السلبية مثلا مثل ما سمي بخطة دايتون حينها وأنه يتم العمل والتركيز ليس على مساعدة الفلسطينيين على إقامة الدولة وإنما من أجل منع حركات المقاومة من العمل تحديدا وتأمين الأمن لإسرائيل في إرث ربما البعض يراه سلبي في فلسطين فهل ترى أنه ممكن أن يكون هذه المهمة مختلفة هنا لأنه يعني أكيد صلاحيات هذا المستشار الأمريكي ستكون واسعة وكبيرة كما ذكر الضيف من القدس لا تزال هذه المقترحات والتفاصيل بشأن كل هذه المقترحات لم تطور بعد ولم تنشر بعد لكن أعتقد أن الفكرة الأساسية أنه سيكون هذا الوضع حلا قصير الأمد لكيفية إنهاء الوضع الحالي وللقتال وأعتقد أن ذلك أيضا سيشمل نوع من قوات حفظ السلام وكوة سيكون للوئات المتحدة نوع من الدور فيها وذلك أما للإشراف عليها ولكن ستحتاج أيضا للحصول على الموافقة الحكومات الإسرائيلية وأيضا لربما السلطة الفلسطينية بطريقة غير مباشرة بالإضافة إلى مصر وغيرها من الدول ولكن غزى بحاجة إلى حل طويل الأمد وأعتقد أن الوئات المتحدة تريد من السلطة الفلسطينية أن تعود إلى قطاع عرض وتحكم عليه بطريقة ما ولكن كما ذكرت واشنطن يجب أن يكون هناك سلطة فلسطينية تم إصلاحها وأشخاص جدد وقادة جدد سيعملون في هذه المنطقة بالإضافة إلى جيل جديد من القيادة ولربما بعض التدريب الأمريكي إلا أن المشكلة هي كيفية منع حماس من محاولة استغلال أي ثغرات في السلطة وأنا أعتقد أن هذا ما نتخوف منه وهذا ما تتخوف أيضا منه إسرائيل طيب هذا ممكن لكن بالنسبة لسيد فراس فراس في سؤال مهم هنا أنه هذه الآلية حتى لو كانت مثلا ممكن بتحل أكثر من مشكلة يعني بالنسبة لإسرائيل بتحل مشكلة حماس بالنسبة للفلسطينيين بتحل مشكلة إعادة الإعمار والمساعدات وبتوصلنا إلى شبه سلام أو استقرار لكنها تضرب مشروع الدولة الفلسطينية الموحدة يعني لذلك السلطة الفلسطينية كانت تشترط أنه بحال دخول قوات دولية يجب أن تكون في كل الأراضي المحتلة أما أن تكون غزة محكومة من قبل مستشار عسكري أمريكي وليست تحت إدارة السلطة الفلسطينية هذا يعني امتداد لسياسة نتانياهو وهي تقسيم فصل الضفة عن غزة بحيث أن لا تقوم دولة فلسطينية موحدة ما رأيك هل يمكن تجاوز هذه العقبة أم أن هذا عمليا سيؤدي إلى هذه النتيجة لذلك أنا أشرت وقلت أن أولا يجب أن يكون هناك توافق فلسطيني على ماذا سيحدث بعد الحرب وبالتالي التنصيق مع الدول العربية بهذا الخصوص هذا أولا وثانيا لا يمكن التعاطي مع قطاع غزة مفصولا عن الضفة الغربية ومفهوم إدارة الصراع الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي أدى حتى الآن إلى ما نحن عليه في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة من ممارسات لحكومة نتانياهو إن كان على مستوى الاستيطان واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية ومنع المقاصة عن السلطة الفلسطينية وبعد ذلك الحرب والسابع من أكتوبر الذي لا نزلنا نعاني من تداعياته ونعاني من استمراريته وعملية الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في داخل قطاع غزة أعتقد أن حتى الآن الولايات المتحدة لم تستطع إقناع إسرائيل بأهمية الرؤية الأمريكية للمنطقة ككل والتي هي في جزئها الأساسي وجوهرها أن يكون هناك دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وبالتالي إنهاء الصراع بشكل كامل لأنه لا يوجد كما يبدو في الداخل الإسرائيلي من هو مستعد للتعاطي مع هذه الرؤية لذلك تحاول المولايات المتحدة أن تطوع بعض المسائل من أجل خدمة الواقع الإسرائيلي بحيث تحاول أن تسهل على مسألة ما بعد الحرب على قطاع غزة بالنسبة للإسرائيل لا تبحث عن حلول جذرية بهذا الاتجاه هناك الجنرال فنزل الذي يكون بتدريب بعض القوات في المنطقة من أجل ما بعد الحرب على قطاع غزة ضمن مفهوم أن يكون هناك قوات محلية من داخل قطاع غزة لن تنجح أمريكا في أن تصل إلى هذا المفهوم في داخل القطاع إلا إذا كان هناك توافق فلسطيني فلسطيني عربي على رؤية هذه الرؤية تربط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتصل إلى مفهوم الدولة الفلسطينية غير ذلك فما تقوم به الولايات المتحدة هي محاولة من طرفها لملء الفراغ ما بعد الحرب على قطاع غزة ولا أكني أنا أعتقد أن نتنياهو ذاهب إلى استمرارية الحرب حتى نهاية فترة حكمه لا يوجد لدى نتنياهو أي توجه بأن يكون هناك قوة أخرى ما بعد الحرب على قطاع غزة لأن الحرب عند نتنياهو سوف تطول ومدة الحرب حتى الآن عند نتنياهو غير واضحة بهذا الخصوص ولا يوجد حلول لدى نتنياهو لما بعد الحرب على قطاع غزة كل ما يتحدث عنه هو أننا بعد أن نقضي على حماس سوف نتحدث عن ما بعد الحرب على قطاع غزة إذن القضاء على حماس هذا قد يطول سنين وسنوات كما قال مستشار رئيس مجلس الأمن القوم الإسرائيلي هانيكبي لذلك كل ما تطرحها أمريكا لا يزال مجرد مقترحات غير قابلة للتحقيق ولا أعتقد أنه يمكن تحقيقها دون أن يكون هناك تنصيق فلسطيني فلسطيني عربي طيب هاي نقاط مهمة أسأل سيد ريتشارد وايتس عنها يعني بالفعل دول العربية طلبت قوات دولية في كل الأراضي البحتلة وليس غزة فقط السلطة الفلسطينية أيضا قالت أنه يجب أن تكون هناك دولة واحدة وسلطة واحدة وبالتالي يعني موضوع أن يكون هناك قوات فلسطينية تدربها أمريكا يعني هذه القوات من أين ستأتي يعني من أين يعني معروف القوات في غزة أو هي إما من الطابعة للسلطة إما طابعة للفتح إما لحماس لا يمكن أن تخرج قوات فجأة غير مسيسة ويتم تدريبها أمريكيا هنا من أين ستأتي هذه القوات ثانيا أن هذا المشروع سيضرب مشروع الدولة الفلسطينية الموحدة كيف تتبنى أمريكا مشروع الدولتين وتعمل على الأرض عكسه؟ بالنسبة للشقة الواحدة من السؤال لا أعتقد أننا سنتمكن من إيجاد الحل لذلك فأنا أعتقد أن الفكرة الأساسية هي محاولة قدر الأمكان للعمل مع الفلسطينيين وتدريبهم في دولة مجاورة لربما في الأردن لربما في مصر ولربما حتى في دول الأوروبية ولكن علينا إيجاد دولة مضيفة جيدة لتتمكن الولايات المتحدة من تدريبهم والأمر سيستغرقه بعد الوقت أما بالنسبة للسؤال الثاني وكما ذكر الضيف توجد الكثير من العوائق وذلك يعود إلى سياسات الحكومة الحالية في إسرائيل ورؤيتهم لإقامة دولتين فلسطينية متخمة لهم وأنا أعتقد أن إدارة بايتن تريد أن ترى كما ذكرتم دولة فلسطينية واحدة وموحدة التي ستشمل غزة وأضفة الغاربية كجزء من حل الدولتين في المنطقة ولكن تفهم أيضا أن ذلك سيتطلب حكومة إسرائيلية شديدة بالتالي أنا أعتقد أنهم يخططون لمثل هذه الموضوع لانتظار خروج نتنياهو من الحكم للعمل مع خلافهم ولكن ماذا سيحصل في حال عادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في واشنطن فنحن نعرف أنه غير واضحة بشأن الموضوع نعرف أنه لا يحب نتنياهو ولكنه أيضا لا يحب حب الدولة الدولتين كما كانت تعتز بهذا القرار بإدارة بايدن وبالتالي سنرى ماذا سيحصل ومع تغير السلطة في واشنطن في حال حصل وربما ستسقط كل الخطط التي تم تكلم عنها والتي تتمنى تصل إليها إدارة بايدن وربما البحث عن حل آخر طيب قبل أن نكمل الحوار طرحنا عبر منصاتنا السؤال التالي قبل ساعات هل الإنخراط الأمريكي في إدارة غزة ما بعد الحرب سيلقى قبولا فلسطينيا 9% جاءت النتائج نعم و91% غالبية قصوى لا طيب نستطلاع يعني يرى بشكل كاسح أنه لا الفلسطينيين لن يوافقوا على ذلك ما بعرف إذا كان أستاذ فراس يعني أنت أستاذ فراس قلت أنه في مشكلة في هذه النقطة ما الذي يمكن أن يجبر الفلسطينيين على هذا إذا كان فيه هناك طرق أو ضغوط أمريكية أم أن هذا الأمر غير مطروح بالنسبة للفلسطينيين هل السلطة الفلسطينية مستعدة لأن السلطة الفلسطينية كان لديها في السابق براغماتية كانت تقول خذ ثم طالب أو فاوض وغير ذلك هل ممكن أن يكون هناك وعود بأنه بعد استقرار الوضع في غزة يتم ربط السلطة بهذه الإدارة أو أن يكون هناك إشراف من السلطة أيضا إشراك لها مع هذا المسؤول الأمريكي ما الحل حتى يكون الوضع هذا مقبولا أولا لا ثقة للفلسطيني بالأمريكي لأن الأمريكي منذ عام 1993 وحتى هذا اليوم لم ينفذ أي من كل المقترحات التي اقترحها على العكس من ذلك دائما يضغط باتجاه الإصلاح ومفاهيم الإصلاح وبالتأكيد السلطة بحاجة إلى إصلاح ولكن الإصلاح يجب أن يأتي في سياق سياسي عام وفي سياق اتفاق مع الدول العربية المعتدلة التي لديها رؤية واضحة بهذا الخصوص والتي تدعم أن يكون هناك سلطة موحدة في قطاع غزة والضفة الغربية تؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية وضمن مفهوم جديد لسلطة من الناحية السياسية والإدارية ومن الناحية المالية وأن الدول العربية مستعدة لدعم التوجه بهذا الخصوص لكن المعضلة والمشكلة دائما هي في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إقناع الجانب الإسرائيلي لماذا الأمريكي مهم؟ لأن الأمريكي هو الوحيد في هذا العالم الذي قادر على التأثير على دولة إسرائيل أو حكومة إسرائيل حتى لو كان تأثيرا خفيفا كما يحدث الآن يعني حتى الآن لا يوجد تأثير حقيقي من الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل ولا تجرؤ الولايات المتحدة على الضغط بشكل كامل على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أو للذهاب برؤية تؤدي إلى إنهاء الصراع في داخل المنطقة والذهاب إلى الاستقرار والذهاب إلى الاندماج والازدهار بشكل كامل لكل شعوب هذه المنطقة لذلك أعتقد أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة حتى الآن هو إدارة لن تستطيع الولايات المتحدة في ظل الواقع في الداخل الإسرائيلي الحالي والإنزيح نحو اليمين أن تذهب باتجاه رؤية دولتين بشكل حقيقي لذلك العرب يطالبون بجدول زمني حقيقي واضح يتعلق بهذا المفهول بس في جملة سريعة عشان أرجع لسيد ريتشارد هذا السيناريو ليس مبنيا على القضاء على حماس تماما وهو سيناريو قد لا يكون مضمون يعني القوات التي هناك في غزة طبما ممكن يكون في حماس وبالتالي حماس بدلا من أن تستهدف إسرائيل ممكن أن تستهدف الآن بعمليات أخرى انتقامية تخريبية سميها ما تشاء هذه القوات التي ستأتي لمسك الأمور ليس هذا احتمالا واردا لذلك أنا قلت نعم وارد مئة بالمئة لذلك قلت أنا المسألة تتعلق بضرورة وجود توافق فلسطيني فلسطيني بالتنصيق مع الدول العربية لا يمكن التعامل وفقا للرؤية الإسرائيلية ولا حتى للرؤية الأمريكية هناك رؤية فلسطينية وعربية هذه الرؤية الفلسطينية والعربية هي القادرة على أن تحدث توافق وقادرة على منع كل ما تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل ولكن على أن يكون ذلك جزءا من رؤية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل هذه نقطة مهمة سيد ريتشارد ويتس أسألك فيما يتعلق بإحتمال عودة حماس لشن عمليات ضد هذه القوة الجديدة لا بد من التفاهم يعني لا بد من أن يكون فيه تفاهم مع السلطة تفاهم أيضا مع الدول العربية ضغط على إسرائيل بشكل أكبر لكن ماذا يعني برأيك انخراط الولايات المتحدة يعني هي بنت هذا الميناء العائم في البداية الآن تريد إرسال يعني مستشار إداري في غزة يعني البعض يرى أنه أمريكا كانت تريد أن تتسحب من كل الشرق الأوسط الآن لماذا تدخل في هذا الموضوع بهذا العمق لابد أنه في شيء مخفي يعني هكذا يفكر العرب عادة لأنه التواجد الأمريكي هناك ليس من أجل استقرار وضمان أمان العرب يعني في النهاية ما رأيك كلها نقاط جيدة ذكرتها ولكن في المبدأ سيكون جيد إذا كان يمكن الرئيس المتحدة أن تركز على مناطق أخرى من حول العالم حيث تحظى بسمعة أفضل وشعبيات أكبر ونعرف أن الأوروبا بحاجة لمساعدة بسبب الأعمال الروسية وتايوان بحاجة لمساعدة بسبب الأعمال الصينية ولكن في الوقت عينه ما من بديل للولايات المتحدة في بعض المسائل التي تتعلق بالشرق الأوسط وبإسرائيل بشكل مخصص وعلى الرغم من أن واحد وفل مئة يعتقدون أو فقط تسعة في المئة أن الفلسينيين يعتقدون أن الولايات المتحدة ستأدي دورا جيدا في إيجاد حل للمشكلات في الشرق الأوسط أعتقد أن يجب أن يتقبل أن يجب أن الولايات المتحدة ستحاول فعل ما بإمكانها بدون مواجهة إسرائيل مباشرة أول تخصيص قوتها للعمل في هذه المنطقة وبالتالي هناك اليوم فكرة أو مقترح للعمل مع الفلسينيين عودا من إجبار أي طرفين على إدارة هذه المنطقة والولايات المتحدة تحاول إيجاد طريقة لجعل الفلسطينيين مسؤولين عن غزة بدون السماح لحركة حماس باستعادة قوتها وسلطتها ونفوذها وعبر أيضا تقبل المخاوف الإسرائيلية بشأن حركة التحرير الفلسطينية وبالتالي قد نتوصل إلى حل يبدو متنقضا جدا وأعتقد أن معظم الناس قد لا يوافقون الرأي عليه في العالم العربي ولكن تملك إسرائيل أي خيار آخر ولذلك بدأوا اعتماد مثل هذه السياسات ومقترحاتها سيد ريتشارد لا يجب أن أسألك هذا السؤال ولو قد لا يبدو مدعوما بأدلة لكن بعض التحليلات التي تظهر هنا وهناك في السوشيال ميديا تتحدث عن اهتمام غربي وأمريكي بموضوع الغاز في غزة هناك وفي الشرق المتوسط وأن موضوع غزة ممكن أن يكشكل قاعدة جيدة مع أن إسرائيل قاعدة جيدة لأمريكان هل الأمريكان بحاجة إلى تواجد عسكري في غزة أو سيطرة هناك إضافية برأيك عشان مجاريع الغاز؟ كلا لا أعتقد ذلك استمعت أيضا إلى هذه التحليلات لماذا دخلت الولايات المتحدة إلى سوريا والعراق وغيرها من المناطق ولكن يجب أن لا ننسى أن اليوم تملك الولايات المتحدة ما تملك من الغاز الطبيعي الكافي وأحد أكبر مصدري هذه الموارد الطبيعية لذلك لا أعتقد أن هذا سبب لدخلها إلى غزة وفي حال كان هناك دولة فلسطينية مستقلة وبإمكانها أبطيع الغاز من إسرائيل وفلسطين وغيرها لن يكون اليوم ستواجه خطر احتلال هذه الدولة بقواتها والعمل على نوع من الوجود الدائم لها في هذه المنطقة ونعرف أن ابتع هذا الغازة في الأسواق المفتوحة أرخص بكثير لها طيب سيد فراسياغي أسألك أنت أيضا نفس السؤال هنا هل يثيرك هذا الكلام عن أن أمريكا تريد خلق نقطة لتواجد عسكري لها سواء من خلال ميناء العائم أو من خلال السيطرة على غزة إداريا هل هذا منطقي بالنسبة لك؟ لأن الكل يعتبر أن إسرائيل أصلا هي تابع وحليف جيد لأمريكا في المنطقة لا داعي لشيء أم أنه أصبح ربما في مشكلة بين الإدارة الأمريكية وتل أبيب لدرجة أنه ممكن أن تفكر أمريكا بطريقة بديلة أو إضافية خلال نقول هناك مشكلتين وليست مشكلة واحدة المشكلة الأولى نعم هناك في خلاف مع الجانب الإسرائيلي وبالتالي يجب أن تكون أمريكا موجودة بشكل مباشر لفرض بعض المواقف على الجانب الإسرائيلي إذا استطاعت ولكن تريد أن تتعامل بشكل مباشر مع غزة دون أن يكون هناك وسطة إسرائيلية به هذا القصوص في الجانب الآخر هناك خوف أمريكي على إسرائيل لذلك تأتي أمريكا لحماية إسرائيل ودعم إسرائيل ومحاولة إنقاذ إسرائيل لأن إسرائيل تتورط في كل المنطقة وليس فقط في داخل قطاع غزة وبالتالي إسرائيل تتعرض لتهديد حقيقي نتيجة لتصرفاتها على مستوى المنطقة ككل بهذا الاتجاه لذلك أمريكا تريد أن تحمي مصالحها في المنطقة وبالتالي تريد أن يكون لديها نقطة مستقلة وقاعدة مستقلة قادرة من خلالها أن تحقق هذه المصالح الأمريكية في داخل المنطقة يبدو أن لديها سيناريوهات متعددة للمنطقة وتريد أن تحافظ على هذه السيناريوهات خاصة أنها غير قادرة على إقناع الجانب الإسرائيلي على الذهاب نحو الرؤية أو عقيدة بايدن في داخل منطقة الشرق الأوسط لذلك أعتقد مسألة الميناء ومسألة التدخل في غزة هي البدايات ليكون لأمريكا قاعدة متواجدة في داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة بعد قصة طريق الهند إسرائيل وقصص الغاز من روسيا وأوروبا لأن المسألة ليس أن أمريكا تريد الغاز لنفسها أمريكا تريد أن تحرم الغاز الروسي من أن ينتقل إلى أوروبا وبالتالي تجد بديل للغاز الروسي من خلال الغاز الموجود في حوض البحر الأبيض المتوسط ويبدو أن إسرائيل غير قادرة على حماية كل هذه المصالح الأمريكية في داخل المنطقة خاصة بعد السابع من أكتوبر وطول مدة الحرب في داخل القطاع وإمكانية أن تتطور الأمور على مستوى الإقليم ككل وأن تذهب إسرائيل في حرب استنزاف هذه الحرب الاستنزاف سترهق دولة إسرائيل بشكل كبير وستعدي إلى النيار اقتصادي ونيار عسكري كما تحدث الجنرال إسحاك بريق بهذا الخصوص شكرا جزيلا لضيفي في هذا الحوار كان معنا من القدس الكاتب والباحث السياسي في راس ياغي وشكرا أيضا لضيفي من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون اشتركوا في القناة